اشتركوا في القناة بابناء للطلبة ان شاء الله بإذن الله النهاردة حصة مهمة جدا الحدث الكهرو مغناطيسي دي حصة من أهم حصص المنهج لأن الفصل ده من غير الملغي عليه طبعا جزئيات كتير جدا في الامتحان فأتمنى من الله ان شاء الله التوفيق بإذن الله للطلبة والتركيز بإذن الله النهاردة حلقة موفاقة مصر بإذن الله بسم الله أعزائي الطلبة ان شاء الله النهاردة في حصة النهاردة بإذن الله هنبدأ الحدث الكهرو مغناطيسي طيب قبل ما أبدأ الحدث الكهرو مغناطيسي عندي جزئية مهمة جدا ربط ما بين الفصل الثاني والفصل الثالث طيب الجزئية دي هنركز عليها قبل ما نبدأ ليه بقى؟ لأن في بعض الطلبة بتبدأ تحل مسائل ويبدأ يتكلم في المنهج وشرح وكل كلام ده ويجي يقول لها مستر أنا عندي جزئية القواعد ما بعرفش حل عليها القواعد ما بعرفش حل عليها أقول له لأ يبقى أنت كده واقع عندك جزء كبير جدا فإن شاء الله هنسترجع مع بعض سريعا كده فكرة الفصل الثاني ونبدأ إن شاء الله في الفكرة الجديدة اللي هي الحدث الكهرو مغناطيسي طيب هنبدأ فكرة الفصل الثاني اللي هو التأثير المغناطيسي بدأها بتجربة للعالم هنز أوريستد هنز أوريستد عمله جاب سلك مستقيم زي ما احنا شايفين كده على الصبورة هنفترض إن السلك ده اسمه ألف به وجاب مصدر طيار كهربي وجاب مفتاح طيب وجاب بصلة حط البصلة دي تحت السلك بالمنظر ده كده ولما قفل المفتاح ايه اللي حصل لأن هو أثناء غلق الدايرة لأن مؤشر البصلة بدأ في الانحراف وجد أن مؤشر البصلة وجد أن مؤشر البصلة كدعي عاد إلى مكانه الطبيعي رجع تاني طيب افلت دايرة لقى المؤشر انحرف يفتح الدايرة يرجع مؤشر البصلة تاني استنتج هنزو ارستد من التجربة دي انه عند مرور طيار كهربي في سلك مستقيم ينشأ حول مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي اللي نشأ حول هذا السلك هو اللي تسبب في حركة مؤشر البصلة هو اللي خلى مؤشر البصلة ينحرف وبدليل اننا هنا لما افتح الدايرة لما هنزو ارستد فتح الدايرة مؤشر البصلة رجع تاني لعدم موجود مين مجال مغناطيسي فاستنتق قاعدة مهمة جدا في الفصل التاني بتقول انه عند مرور طيار كهربي في سلك مستقيم ينشأ حول مجال مغناطيسي وهو المجال المغناطيسي اللي نشأ حول السلك ده هو اللي تسبب في حركة مين في حركة البصلة فكانت دي فكرة الفصل التاني اللي اسمه تأثير المغناطيسي للطيار كهربي طيب بعد كده بعد الجزئة دي عندنا جزئة همه جدا اللي هو السلك المستقيم هي دي بقى بداية القواعد اللي عايز كل الطلبة حبابنا يركزوا معايا في القواعد العصبورة دي في بداية ان شاء الله هنا لما جاب السلك المستقيم وقال السلك ده بيمر فيه طيار من الجنوب الى الشمال مثلا زي ما انا رسم كده لسه انا قيل دلوقتي هنا في الدائرة دي في الرسمة دي لسه انا قيل استنتج هنزو رستد انه عند مرور طيار كهربي في سلك ينشئ حوله مجال مغناطيسي طيب هل مجال السلك المغناطيس المجال المغناطيسي للسلك زيه زي الملف الدائري زي الملف الحلزوني لا بدأ يعمل تجارب متعددة على السلك وعلى الملف الدائري وعلى الملف الحلزوني عمل كل تجربة فطلع شكل المجال الجديد مختلف عن التاني طيب بدأناها بشكل السلك اللي قدامي ده انا عندي هنا مثلا اتجاه الطيار من الجنوب الى الشمال احنا اتفقنا لسه ايلين دلوقتي حينشأ مجال مغناطيسي كيف يمكن تحديد اتجاه المجال هي دي اول قاعدة عايز كل الطلبة ترجع معي القاعدة دي اسمها قاعدة اليد اليمنى لانبير اسمها قاعدة ايه اليد اليمنى لانبير عمل ايه بقى انبير قال حاجة بسطة جدا وقال يا جماعة تعالوا نطبق القاعدة هنا قال نقبض على السلك باليد اليمنى يعني انا هتخيل الالم اللي معايا ده هو السلك المستقيم لبست الالم هو اتجاه الطيار فانا عايز اعرف اتجاه المجال المغناطيسي المؤثر على هذا السلك هيبقى شكله عامل ازاي فقال نقبض على السلك باليد اليمنى يعني همسك السلك بايد اليمين طيب بس بشرط خلي الابهام صبع الابهام ده يشير الى اتجاه الطيار خلي الابهام يشير الى اتجاه الطيار قال لي فان التفاف الاصابع يشير الى اتجاه المجال هقولها تاني كده وبشكل بسيط واحسن من كده شوية وكل يركز معي انا عندي هنا السلك المستقيم الالم اللي انا مسكه في ايدي ده هتخيل ان هو ده السلك اللي انا بتكلم عليه طيب لبسة الالم هتخيل ان هو اتجاه الطيار مثلا فبقول للاي حد مثلا مستر احمد تعالى امسك الالم ده بطريقة معينة بس بشرط خلي صبع الابهام يشير الى اتجاه الطيار يعني اتجاه اللبسة فلو واحد جيه مثلا يعمل التجربة دي هيجي يمسك الالم فهيخلي صبع الابهام لاتجاه الطيار قال له فان التفاف الاصابع بص عندي هنا فان التفاف الاصابع يشير الى اتجاه المجال بص هو عمل ازاي اه فاتفق العلماء ان كل ما هو يمين الصفحة هيبقى اتجاه المجال الى داخل الصفحة طيب وانا بلف في ايدي كده وبمسك الالم كده وانا بلف في ايدي قال لي كل ما هو يصار السلك يتأثر بمجال عموديا خارج الصفحة طيب ما تيجي نقولها تاني مع بعض انا عندي دلوقتي هنا فكرة هانزو اوريستيد اللي انا لسه قايلها انه عند مرور طيارك الهرابي في سلك ينشع حوله مجال مغناطيسي طيب هل كل اشكال المجال المغناطيسي زي بعض قال لي لا عندك فيه تلات حالات سلك مستقيم ملف دائري ملف حالزوني هنختصر مع بعض القواعد عشان ما نضيعش وقت الحس هنا السلك المستقيم عندما يمر طيار من الجنوب الى الشمال زي ما انا عامله عايز احدد اتجاه المجال قال لي بقاعدة اكتب معايا قاعدة اليد اليمنى لانبير طيب بتقول ايه قاعدة اليد اليمنى نقبض على السلك باليد اليمنى بس بشرط الابهام يشير الى اتجاه الطيار فان التفاف الاصابع يشير الى اتجاه المجال يبقى جميع النقاط التي تقع على يمين السلك تتأثر بمجال عموديا داخل الصفحة طيب يا مستر الاكساد دي ايه ده العلماء هم اللي اتفقوا ان كل ما هو داخل الصفحة هنشبهه بعلامة الاكساد كل ما هو خارج الصفحة يبقى بالنقاط اللي انا عاملها دي طيب تعالوا نسأل سؤال سريع كده اسكر استخداما واحدا لكل المماتي سؤال امتحان بيك دايما في الامتحان اسكر استخداما واحدا قاعدة اليد اليومنى الامبير هقول له تحديد اتجاه المجال المغناطيسي تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في سلك ايه مستقيم طيب بعد الطلبة واحنا بنصحح هيجي يقول له مثلا دي قاعدة اليد اليومنى يقول له تحديد اتجاه المجال لسلك تاني تحديد في بعض الطلبة بتكتب ده وانا بنبه ان ده مش هتاخد عليه درجة يقول له اسكر قاعدة اليد اليومنى الامبير بتستخدم فيه يقول له تحديد اتجاه المجال المغناطيسي لسلك. اقول له جابتك خطأ مية في المية واشتاخد درجة. لازم اقول له ايه ها تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهرابي في سلك ايه مستقيم. طيب حننتقل بعد كده للحالة التانية اللي هو لو عندي ملف دقاري. لو عندي ملف دقاري. واتجاه الطيار ما حدده بالمنظر ده. عايز يعرف هنا عايز يعرف هنا اتجاه المجال المغناطيسي المؤسر على هذا ايه الملف. خلينا بشكل بسيط هتشترك معي يا مستر احمد في الجزئية اللي جاية دي ضروري. صد. تمام? ده الملف الدقاري. وهو عامل كده. اتجاه الطيار في الحلقة زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. فعايز يعرف لما يكون اتجاه الطيار في الحلقة بالمنظر ده عايز يحدد اتجاه المجال. هو احنا هنحدده بحاجة من اتنين. يعني هقول كلمة من الاتنين دولة وجاتلي في الامتحان. يعاموديا خارج الصفحة يعاموديا داخل الصفحة. متفقين? طيب. بيستخدم قاعدة اسمها قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. قاعدة كله يركز معي اهم حصة في المنهج. اللي هو اساسيات الحس الكارو مغناطيسي. انا لسه ما بدأتش انا بعمل مراجعة على القواعد اللي هي مهمة في المنهج كله. اسمها قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. طيب هتشترك بقى معي مستر احمد. دلوقتي انا لو عندي المصمر الحلزوني. لو عندي مصمر حلزوني. معظمنا لما باجي مثلا لو انا حطيت واحد في اختبار وقلت له المصمر ده تعالى اربطهولي. اديت له مفاك وقلت له اربط لي المصمر ده. معظمنا ما يعرفش. يعمل ايه? يقعد يفكر يلف شوية كده في ناحية الشمال. تمام. فيبص يلاقي المصمر بيطلع لبرة. ما بيطربطش بيطلع لبرة. فيقول لا ده هو كده ما ترابطش. طيب قبل اعملي اتجاه التانية. فلما يجي يفكر انها تانية او يلف انها تانية يلاقي المصمر ايه? crews يجي بعد كده يفكر انها حاجة عاشوائية اقول له لا دي مش حاجة عاشوائية. دي قعدة علمية فعلا بتقول كده. طب هي القعدة. القعدة اسمها قعدة لبريمة اليمنى لمكسويل. قعدة لبريمة اليمنى لماكسويل. طيب. حاولها بهدوء تاني بيقول لي قاعدة البريمة اليوم اللي هو المصمار الحلزوني وضع البريمة وضع البريمة عند محور الملف هنا كده تمام انا ملخص القاعدة دي ويا ريت حبيبنا الطلبة يلخصوا معي ربط يمين يا مستر بقى ربط يمين بقول له هنا اتجاه ربط البريمة دايما ناحية اليمين يعني لو حد طلب منك بعد كده ان انت تمسك المصمار الحلزوني وتربطه ما تفكرش دي قاعدة اصلا لما يجي يقول لك المصمار ده اربطه لي فما تفكرش دي قاعدة اقول له ايه انا هربط ناحية مين ناحية اليمين طب انا لو لفت البريمة ناحية اليمين ايه لا يا حسن الله هتندفع الى الداخل طيب المصمار الحلزوني ده تعال فك المصمار ده يبقى كده العكس الشمال صح كده الله ينور يبقى ايزا فك دي بقية القاعدة لو انا عايز افك يبقى في اتجاه الشمال يبقى الطالب حبائبنا الطلبة اللي هم بيسمعوني دلوقتي عايز الموضوع يبقى بسيط لو حد قال لك المصمار ده تعال اربطه على طول ايه حركوا ناحية اليمين لو اتحرك ناحية اليمين المصمار حيتدفع الى الداخل طب تعال افك المصمار ده هفكه جده طب هو ايه علاقة اللي انا بقوله او مثلا فيه بعد الطلبة تفكر ان انا بهزر واقول له لا ده ده قاعدة علمية موجودة عندنا في المنج بنتطبقها اللي هي ايه بقى بيقول لي وضع البريمة عند محور الملف وضع البريمة فين عند محور الملف هنا طيب هعمل كده دي البريمة هي واسأل مستر احمد سؤال هقول له يا مستر هو ايه رأيك اتجاه الطيار اللي في الحلقة في اتجاه اليمين ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الحلقة. مع اتجاه ربط البريمة كده. اه. اه. ايه اللي هيحصل للبريمة? هتندفع الى الداخل. قال لي فان اتجاه الاندفاع يشير الى اتجاه المجال. طب بصوا كده لخصها في جملتين. انا بحب اقولها في الرياضة. بما ان اذا. انت في الامتحان وانت قاعد في الامتحان اعملها زي ما انا بعملها بما ان اذا. بما ان اتجاه الطيار مع اتجاه ربط البريمة. فان اتجاه ازا اتجاه الاندفاع هو اتجاه المجال. يبقى ازا بيجي لي في الامتحان يقول لي في الشكل المقابل اللي قدامي ده عايز يحدد اتجاه المجال. هقول له بقاعدة البريمة اليومنا لمين? لماكسول. واحد طبعا معظم الطلبة بتقوله النقطة دي باستظراف شوية. فبقول له لا اركن الاستظراف على جنب لان ده سؤال مهم جدا في الامتحان. يقول له مستر وانا هقعد في الامتحان. قعد اعمل كده. اه طبعا دي حاجة طبيعية. دي قواعد طبيعية احنا متطبقة. طيب فهنعمل ايه? هقول له بشكل بسيط كده. ها وضع البريمة عند محور الملف. فاذا كان اتجاه الطيار مع اتجاه ربط البريمة. فان اتجاه الاندفاع يشير الى اتجاه المجال. يبقى هنا اتجاه المجال هكتبه في الامتحان واركز معي الطالب اللي بيتابع وبيكتب. هتكتب معي اتجاه المجال هنا عموديا داخل الصفحة. عموديا داخل ايه? الصفحة. طيب. عندي قاعدة تانية? اه عندي قاعدة موجودة في كتاب المدرسة. اسمها قاعدة اليد اليمنى لانبير. الله هي دي اللي احنا لسه واخدنا? لا. العكسية. مش فاهم حاجة. استنى كده. هي دي قاعدة ايه? دي قاعدة اليد اليمنى لانبير. هنا في قاعدة اليد اليمنى الانبير كان الابهام بيشير الاتجاه الطيار. هنا هعكس الموضوع. اه. في قاعدة اليد اليمنى الانبير اللي مركز معي. الابهام الصبع الابهام ده كان بيشور على الطيار. التفاف الاصابع كان بيشور على المجال. انا هعكس الموضوع هنا. هخلي التفاف الاصابع حلف في ايدي مع الطيار. هخلي التفاف الاصابع مع الطيار. اذا الابهام يشير الاتجاه المجال. تم تعملها لنا كده يا مستر. هقول له كده بالزبط. شايف الحلقة دي ها ركزلي كده على الحلقة دي ها اتجاه الطيار ماشي كده يمين اه هقول له اذا كان بالمنظر ده كده بالضبط اذا كان التفاف الاصابع التفاف الاصابع اليد اليوم ده اذا كان التفاف الاصابع يشير الى اتجاه الطيار صح كده مستر انا ماشي كده صح تمام يعني انا التفاف اصابع ايدي اليمين هخليها تمشي مع الطيار كده مهم فان الابهام يشير الى اتجاه المجال يبقى اذا المجال عموديا داخل الصفحة زي ما تنتجنا منين من البريمة اليومنا لماكسول. اخر قاعدة وندخل في في البداية اسمها قاعدة عقارب السعر. طيب اسمها قاعدة عقارب السعر. طب قبل ما انسى لو جاء قال لي يلا بيناها اذكر استرداما واحدا لقاعدة البريمة اليومنا لماكسول. هقول له كلنا مع بعض كده تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في ملف دائري وملف حقزوني. بتستخدم للاتنين. للملف الدائري والملف الحلزوني. طيب. اخر قاعدة ونبدأ في الفكرة الجديدة هي قاعدة عقارب السعر. طيب حبيبنا الطلبة عايزك تحفظ بص القاعدة. اللي هو ايه? بيقول لي مع جنوب اس. انت بتختصر? اه ده اختصار انا اللي عامله. انما القاعدة بتقول ايه? بتقول هنا بصلي هنا كده. بيقول هنا ازا كان الوجه اللي ننظر منه. يعني احنا كلنا كده. كلنا مع بعض قطالبة كلنا ومستر احمد معانا اهو. ها? لما بنبص يا مستر على ايه? على اتجاه الطيار هنا في اللفة دي. تمام. ايه رأيك? ماشي مع عقارب الساعة ولا ماشي عكس عقارب الساعة? يعني الاتجاه ده كده ها? مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة. قال لي ازا كان الوجه اللي تنظر منه. ها? الطالب اللي بيتابعني ها? يركز معي. بيقول لي ازا كان الوجه اللي تنظر منه. انت بصص كده. اتجاه الطيار فيه مع عقارب الساعة. ها? مع عقارب الساعة. ده لذلك على ان احنا وقفين عند القد الجنوبي. اوكي. مش مفهومة دي. طيب خلينا تاني. بص كده معي. هنا كده. اه. لو اي حد بعيد بقى عن الفيزياء خلينا هنا في عقارب الساعة. هو اتجاه الطيار هنا يا جماعة. ها? مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة? عكس عقارب الساعة. قال لي لو انت واقف في مكان وشايف الطيار عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى انت واقف عند القد بالشمالي. طيب انا بقول للطالب نصيحة الوجه الله. احفظ نص القعدة بس. يعني احفظ كلمة ربط يمين. يعني ربط يمين. قال لي اتجاه الربط مع اتجاه الطيار يبقى اتجاه الاندفاع في اتجاه المجال. واحفظ نص القعدة بس. اللي هو ايه? مع جنوبي. لما تدخل الامتحان بكتبها العكس. عكس. اللي هو مع جنوبي بعكس ايه? شمالي. يعني ايه عكس الشمالي. يعني ازا كان الوجه لازم ننظر منه. اتجاه الطيار في عكس عقارب الساعة. ده اللي زالك على ان احنا وقفين عند القد بالايه? القد بالشمالي. كده انتهنا من جزئية مهمة جدا. هي اخطر واهم جزئية. الطالب يعني منها اللي هي القواعد اللي على الصبورة. طيب يا مستر انت رجحت لنا القواعد ليه? لان انا ما اقدرش ابدأ الفصل التالت. وهو اهم فصل في المنهج. اكتر درجات في الامتحان. الا لازم اكون اعارف القواعد دي كويس جدا. طيب هو عنوان الفصل التالت اسمه ايه? اسمه الحث القهره مع نطيسي. طيب تابع الرسم اللي انا هرسمها ممكن تجي لك في الامتحان في شكل تجربة. هنا هجيب ملف حلزوني. هنا هجيب ملف حلزوني. هوصل طرفي الملف بجهاز خدنا في الفصل التالي اسمه الجالفانومتر الحساس. اللي قاعد مركز معي عارف الجملة اللي جاية. اه. الذي سفر تدريجه في المنتصف. طيب ليه? قال لي علشان الجالفانومتر ده بيحدد اتجاه الطيار. عايز نصيحة الوجه الله. الشوية اللي جايين دول في الحصة هم اخطر جزئيات في الفصل التالت. يعني الطالب اللي عايز يفهم الفصل التالت بعد كده انا مش هشرق حاجة. هو يكفي يفهم التجربة دي. هيفهم كل معطيات بعد كده. دلوقتي انا لو عندي مغناطيس. ده قد بشمالي وده قد بجنوب. وهحرك المغناطيس ده في الاتجاه ايه اللي قداني. قال لي ده سلك من النحاس سلك موصل. يعني يحتوي على الكترونات حرة. بالمنظر اللي انا عامله على الصبورة كده. خلاص يا جماعة? طيب. نبدأ كده بهدوء واحدة واحدة. مين اللي عمل التجربة دي? عالم اسمه فردي. طيب فردي فكر يعمل ايه? قعد مع نفسه بهدوء كده وقعد يفكر يقول هو انا زميلي العالم هانزو اورستد. عمل ايه? قعد يفكر هانزو اورستد اللي هو اللي انا كنت رسم رسمته من شوية. آآ راجع كده راجع لنظرية هانزو اورستد فقال ان هانزو اورستد اسبت انه عند مرور طيار كهربي. في سلك مستقيم ينشئ حوله مجال مغناطيسي. يعني بهدوء تاني. هو هانزو اورستد كان عنده ايه? وحصل على ايه? النتيجة. قال لي هانزو اورستد كان عنده طيار بالفعل. كان عنده طيار. وجاب منه مجال مغناطيسي. يبه هانزو اورستد كان عنده طيار وجاب مين? مجال مغناطيسي. بدأ فردي يفكر عكس الفكرة. يعني عكس الفكرة. قال هو انا ينفع اكون عندي مجال مغناطيسي واحصل منه على طيار كهربي بدأ يعمل التجربة يا جماعة اللي على الصبورة ديت بعد اذنكم انا حلخصها في ثلاث كلمات واحد اتنين ثلاثة اي طالب وطالبة قاعدين معايا لازم يركز ويفهم التجربة زي ما انا هقولها كده حقول رقم واحد ادخال رقم اتنين ثبوت رقم ثلاثة اخراج طيب ايه الثلاث كلمات دول دول لغز الفصل الثاني تلحس الكهرو مع نطيس بشكل بسيط واوضح من كده فرضيه هيعمل يا جماعة ثلاث حاجات عنده ملف حلزوني بص على شكل ايدي ها هتخيل ان ده الملف الحلزوني وهي صوابع ايدي ديت هي الملف الحلزوني وجاب مجال مغناطيسي جاب مغناطيس وعمل ثلاث حاجات واحد قرب المغناطيس من الملف قرب المغناطيس من الملف رقم اتنين خلى المغناطيس يثبت حركة المغناطيس تثبت رقم ثلاثة أبعد المغناطيس عن الملف هل التلات نتائج التلات حاجات اللي هو عملهم هيدوا نفس النتائج ولا لا تعال نشوف مع بعض طيب رقم واحد ده مين اللي عمل التجربة يا جماعة اسمه العالم فردي تيجي في الانتحان ازاي يقول لي وضح تجربة فردي لما يجي في الانتحان يقول لي يشرح تجربة فردي لما أجل أشرح تجربة لازم أقول له حاجات مبدئيا حقول له واحد الأدوات مين الأدوات اللي على الصبورة ملف حلزوني ماله متصل طرفيه بجهاز اسمه جالفان ومتر ايه حساس طيب ومعاه مجال مغناطيسي طيب رقم واحد أول التجربة قام فرديه بتقريب المغناطيس من الملف طيب ما تيجوا واحدة واحدة كده مع بعض هو المغناطيس ده اللون الأزرق اللي على الصبورة ده حبيبنا الطلبة طبعا عارفين أنا برسم ايه برسم شكل المجال المغناطيسي للمغناطيسي اللي أنا لاسمع الصبوره طيب عايز توصل لإيه يا مستر بقى قال فرديه لما جيه قرب المغناطيس من الملف وجد أن الإلكترونات الحرة اللي موجودة في المكان ده تتأثر بالمجال المغناطيسي يعني التتأثر؟ قلي يعني قلي بيحدث تنافر مبين المغناطيسي ومبين المين؟ ومبين الإلكترون ده فالإلكترون ده وكأن مجال دفع هذا الإلكترون ، زق الإلكترون ده فالالكترون لما يدفع يدفع اللي بعده واللي بعده يدفع اللي بعده فبداية الحركة بدأت من هنا فيقال ان هذا الوجه اصبح قطب موجب لحظي يعني ايه قطب موجب لحظي قال لي يعني هو ده اعلى جهد حاولها تاني واحدة واحدة انا عندي الالكترونات الحرة زي ما انتم شايفين يا جماعةك دعا الصبورة وقفة في مكانها وقفة في مكانها زي قطعة دومنو كده ما هي وقفة في مكانها طيب هو لو انا خطت قطعة دومنو بالمنظر ده كده ماشي يا مستر احمد لو انا معي عشر قطع واحد اتنين تلاتة اربعة لحد رقم عشر لو حد طلب مني ان انا حرك رقم عشرة من غير ملمسها هعمل ايه قال لي زوق رقم واحد اتقل اللي انت هتديها الرقم واحد هتزوق مين رقم اتنين ورقم اتنين تزوق رقم تلاتة لحد ما يوصل رقم تسعة تزوق رقم عشرة يبقى انا كده فعلا وصلت وصلت الطاقة من الرقم واحد لرقم كامل لرقم عشرة طيب يبقى انا وصلت الطاقة من رقم واحد يا جماعة الرقم كامل عشرة ده بيسميك اننا بتسمي تجربة انتقال الطاقة نقول تاني واحد واحد عند تقريب المغناطيس من الملف فان الالكترونيات الحرة تتأثر بالمجال المغناطيسي فينشأ عند الجنب ده كده ينشأ عنده جهد عالي طيب فهنسمي الجهد ده اسمه موجة بلحظة يبقى الطرف التاني ينشأ قطب سالب لحظة يعني اقل جهد طب اللي عايز بقى يركز معي واستنتج هو انا لما اجا اقول يا جماعة هنا جهد عالي وهنا جهد قليل يعني كده حصل ايه نشأ فرق جهد فتولدت قوة دافعة كهربية مستحثة هو يعني ايه قوة دافعة كهربية مستحثة قال لي يعني نشأ فرق جهد بين طرفي الملف مش جاي بسبب وجود مصدر طيار كهربي الجالفانو متر ده جهاز قياس مش جهاز مش منبع لمرور طيار ده جهاز قياس بس فايزا لما يجي يقول لي موجب وسالد يعني كده زي ما اخدنا في الفصل الاول اول تعريف في المنهج ما المقصود بالطيار الكهربي الطيار الكهربي هو وفيد من الشخناء التسري في موصل من طرف اعلى جهد الى طرف اقل جهد طب انا حققت الكلام ده هنا طب انا خلت هنا عندي طرف اعلى جهد وهنا طرف اقل جهد معنى ذلك انه تولدت قفض الكاف مستحسة اللي احنا عن المزلها بالرمز الكترو موتف فورس القوة الدافعة الكهربية طيب هو سبب مرور طيار كهربي من الفصل الاول امتى يمر طيار كهربي قال لي عندما يكون هناك فرق جهد بين نقطتين طب ما هو على الصبورة وقدامي فعلا بقى فيه فرق جهد بقى فيه نقطة جهدها عالي ونقطة جهدها اقل فايزا تولدت قوة دفع كهربي ايه مستحسة وطيار ها كهربي وطيار كهربي مستحس طيب الطيار لما يبدأ يمر الطيار الكهربي لما يبدأ يمر يعمل ايه في مؤشر الجالفانومتر سامع ناس بتقول من نفسها هيخلي المؤشر ينحرف في اتجاه معين لا رجع لنا عجوزية دي تاني هو الجالفانومتر اصلا جهاز وظيفته ايه من الفصل التاني جهاز الجالفانومتر الجهاز يستخدم للاستدلال على وجود طيارات مستحسة ضعيفة طيب ما تيجي نقف مع بعض عندي كلمة استدلال يعني كلمة استدلال يستدل يعني يعرف اذا كان فيه طيار ولا ما فيش طيار طيب الاستخدام رقم اتنين اللي هو قياس شدة الطيار الاستخدام رقم تلاتة اللي هو تحديد الاتجاه عشان كده سفر تدريجه فين في المنتصف طيب كويس جدا اه حاولي التجربة تانية براكة موحدة كلنا مع بعض عند تقريب المغناطيس من الملف ايه اللي يحصل قال لي لفات الملف تقطع خطوط الفين بمعدل متغير لما طالب شاطر يجي يسألني يا مستر الفصل التالت اهم حاجة في ايه اقول له كلمة واحدة كلمة مثلا مش هقول له جملة واحدة يعني ساعد طالب يقول لي مثلا ايه ايه المهمة اقول له ركز على الفصل الفلاني ركز على الجملة الفلانية لا لا انا هنا بقول له ركز على كلمة واحدة في الفصل التالت اللي هي معدل متغير يعني ايه ازا كان معدل قطع الملف لخطوط الفين معدل متغير ده سبب في نشأة مين قوة دفع كهربية مستحسة وطيار كهربية مستحسة يبقى اقول تاني ملفات الملف تقطع خطوط الفين بمعدل متغير يتولت فيها ها قوة دفع كهربية مستحسة وطيار كهرابي مستحاس طب تعالوا نكمل مع بعض كل اللي انا قلته ده للفهم فقط اللي هو نشأة قطب موجب لحزي وسالب لحزي تعالوا نقف عندي كلمة لحزي هو يعني يا مستقلمة لحزي قال لي لحزي دي يعني مش هيفضل طول عمره موجب ده مش جاي من بطارية هيفضل طول عمره موجب وده هيفضل سالب لا ده لما المغناطيس ده يرجع حيتحول الموجب الى سالب والسالب هيبقى موجب فعشان كده بيسموها طيارات لحزية لذلك انحراف الجالفانومتر انحراف لحزي طيب تعالوا ندخل عجزية رقم اتنين كده احنا خلصنا جزية رقم واحد اللي هي عند ادخال او تقريب المغناطيس من الملف طيب رقم اتنين قال لي استنى بقى ما تحركش المغناطيس ده طيب يعني ما حركش المغناطيس قال لي يعني نخلي المغناطيس ثابت في مكانه آه لما المغناطيس يبقى ثابت في مكانه هنا هيصبح معدل قطع خطوط الفيض معدل ثابت يعني معدل قطع خطوط الفيض معدل ثابت قال لي يعني بمعنى اصح وكأني بزق الالكترون من هنا بقوة والالكترون اللي من هنا في نفس اللحظة بيه بيتزقق بقوة وكأمم نستزيم كفاص القصير ونعود بعد قليل تستنون ورجعنا لك تاني ورجعنا لك تاني مع مستر علي باسيوني ونكمل ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي فضل مستر علي مش شكرا يلا بينا نرجع تاني بقى ايه لنفكر حبيبنا الطلبة آآ قبل الفصل انا قلت احنا بنشرح تجربة اسمها تجربة فردي طيب هتجيلي ازاي في الامتحان هايجي يقول لي اشرح تجربة اسمها تجربة الحث الكهرومغناطيسي او يجبها صريحة يقول لي اشرح تجربة فرضية هحط في دماغي ثلاث نقاط اللي هو ادخال وثبوت واخراج هقول له عند ادخال المغناطيس داخل الملف فان لفات الملف تقطع خطوط الفيل يتولد فيها قوة دفع كهربية مستحسة وتغير كهربي مستحس طيب رقم اتنين هقول له رقم اتنين ثبوت المغناطيس هخلي المغناطيس ما يتحركش اخر جملة كنت بقوله قبل الفصل هي دي ان انا لما ثبت المغناطيس بالوضع اللي انا عامله ده قال لي فيصبح معدل قطع خطوط الفيل يعني الملف ده هيقطع خطوط الفيل ولكن بمعدل ثابت بمعدل ثابت بما ان اذا رياضة لو المعدل ثابت لا تتولد لقوة دفع كهربية مستحسة ولا طيار كهربية مستحسة خدنا في الفصل الاول جملة بسيطة جدا نفتكرها مع بعض واحنا بنرجع المنها كده لازم نكون فهمين الفيزياء ماشية ازاي يا جماعة في الفصل الاول قلنا لما دي تكون مقاومة لما يكون عندي مقاومة اذا تساوى الجهد على طرفي المقاومة لو الجهد هنا قد الجهد هنا اللي يحصل كانت في جملة مشهورة كنت مرولا لا يمر طيار فبنلغي المقاومة دي من الرسمة لكنها مش موجودة بسبب تساوى مين تساوى الجهد على الطرفين هو ده اللي حصل في رقم اتنين يعني عند ثبوت المغناطيس يصبح معدل قطع الملف لخطوط الفيد معدل ثابت وكأن الطرفين دول لا موجب لحظي ولا سالب لحظي يعني تساوى الجهد على الطرفين واذا تساوى الجهد على الطرفين لا تتولد لا قوة دفعة مستحص حد يقدر يكمل طب مؤشر الجالفانومتر حيحصل له ايه قال لي ما انت جايب الجالفانومتر لان هو بيستدل على وجود طيار طب هنا مفيش طيار قال لي فيعود مؤشر الجالفانومتر الى صفر التدريج يرجع المؤشر للصفر تاني طيب دي الخطوة رقم اتنين يلا بينا طب الخطوة رقم ثلاثة اللي هو عند ابعاد المغناطيس عن الملف وانا بابعد المغناطيس عن الملف ايه اللي حيحصل قال لي شفت اللي حصل في رقم واحد اه عكسه حيحصل فرقم ثلاثة طب يعني ايه عكسه حيحصل فرقم ثلاثة قال لي يعني الالكترنات الحرة اللي انتم شايفينها هنا ركز لي هنا كده على الرسمة دي ها الالكترنات دي قال لي وانا بسحب المغناطيس الحركة هتبدأ من هنا فيندفع الالكترون من الناحية التانية فينشأ هنا جهد موجة بلحظة قال لا ماهو كان سالب لحظة اه طب وينشأ هنا قد بسالب لحظة كان في رقم واحد كان موجة بلحظة عشان كده قلت يا جماعة فكرة الطيارات اللحظية او الجهد اللحظي انه مش هيفضل طلع عمره موجة بدليل في رقم واحد كان ده موجة بوده سالب طب في رقم ثلاثة بقى ده موجة بوده سالب فكانت هذه النقطة مش اقل جهد هنا هتبقى اكبر جهد وهنا هتبقى اقل جهد يعني عكس اللي حصل في رقم واحد تماما خلينا بهدوق نقولها تاني عند ابعاد المغناطيس عن الملفة اللي يحصل تبدأ تتحرك الالكترنات من الناحية التانية فينشأ هنا جهد موجة بلحظة وفي الطرف الاخر جهد سالب لحظة فيبدأ الطيار يمر هتتزقل الالكترنات الحرة فتنشأ يلا بينا مع بعض قوة دفع كهربية مستحسة وطيار كهرابي مستحسة ولكن في عكس اتجاه الطيار الاول طب يعني ايه هيتحرك كده طب يعني ايه هيحدث انحراف لمؤشر الجالفانوميت ولكن في عكس الاتجاه ولكن في عكس الاتجاه طيب قبل ما امسح اللي على الصبورة ده كده سريعا لو انا عايز مؤشر الجالفانوميت يستمر في الانحراف قال لي قعد حرك المغناطيس باستمرار بنسميها الحركة النسبية للمغناطيس بالمنظر ده طب بييجي في الانتحان يقول لي ايه بيجي في الانتحان يقول لي هو عند حركة المغناطيس باستمرار ماذا يحدث لمؤشر الجالفانوميت مؤشر الجالفانوميت رح يحصل له ايه حقول له يتحرك حول ايه حول سفر تدريجه في اتجاهين متضدين طيب هذه الظاهرة يا جماعة اسمها ظاهرة الحس الكهرو ايه مغناطيسي حد يعرف يقولها معي ما المكسود بالحس الكهرو مغناطيسي هو ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحسة وطيار كهربية مستحس عندما يقطع ملف خطوط فت بمعدل مين بمعدل متغير طيب كيف يمكن تحديد اتجاه الطيار في الملف اهم قاعدة هي قاعدة لينز ما فيش امتحان سنوية عامة ما ينفعش ييجي وما فيهش قاعدة لينز طيب مع بعض كده يبقى احنا خدنا حاجات مهمة النهاردة واستفدنا باذن الله ولما نكمل بعد كده يبقى احنا مكملين بفهم ان شاء الله طيب انا هنا لو عندي مقاومة وطرفي المقاومة دولة جماعة دي اسمه ايه وده اسمه بي وده الريزيستانس الار وهنا ده ان وده اس والشكل ده بالمنظر ده قاعدة لينز تنص على قاعدة لينز بتقول يكون اتجاه الطيار الكهرابي المستحس بحيث يعاكس التغير المسبب له انا اخدت القاعدة دي لو جات لك في الانتحان هتكتبها كده بس انا اختصرتها للطالب ادخال تنافر ويبقى احنا كده النهاردة انتهدنا فرصة مراجعة كل قواعد المنهة كله تمام ادخال تنافر يعني ادخال تنافر تابع كسها اخراج تجاذب ادخال تنافر قال لي عند ادخال المغناطيس بس يا جماعة احنا مش بنتعامل غير مع القطب المواجه للملف يعني ايه قال لي يعني ده كده داخل الملف بقطب شمالي قال لي عند تقريب المغناطيس بقطب شمالي ده الملف ده هيعمل قوة تنافر طب يعني قوة تنافر قال لي يعني هيبه هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي طب ما احنا عارفين من زمان في المغناطيسية ان الاقطاب المتشابهة تتنافر ولا قطاب المختلفة تتجازل قال لي بأيذن عند تقريب المغناطيس من الملف تنشأ قوة اسمها قوة تنافر فينشأ هنا قطب شمالي وهنا قطب مين جنوبي هو عايز يحدد اتجاه الطيار في المقاومة دي من البي ولا من بي الاي طيب القواعد اللي أنا أقولتها هو الحصة اللي إحنا هنستفد منها لأن هي دي أساسيات الحدث الكهرومغناطيسي ما ينفعش طالب يبدأ الحدث الكهرومغناطيسي من غير القواعد دي طيب هنا أنا عندي ممكن أطبق بشكل صريحة جماعة قاعدة اليادي اليومنى الأنبير العكسية دي نصيحة لكل الطلبة اللي هو وفر على نفسك مجهود قاعدة اليادي اليومنى الأنبير العكسية خلينا سابتين كلنا وكل اللي بيسمعني يركز في دي خلي صبع الإبهام دايما يشاور ع قطب الشمال هقول تاني صبع الإبهام دايما محدش هينساها أظن الصبع ده اسمه الإبهام خليه دايما في كل المنعج بيشاور ع قطب الشمال طيب هو ده مجال مين ده مجال الطيار المستحس اللي هو موجود في الملف خلي دايش هور ع قطب الشمال فإذا كان الإبهام يشير إلى القطب الشمال فإن التفاف الأصابع يشير إلى اتجاه الطيار يبقى الطيار ماشي في الملف في الاتجاه ده خلينا مركزين عشان نختم بالقاعدة دي يبقى استفدنا بكل قاعد المنعج النهاردة إن شاء الله ولما نكمل يبقى كله فيه إن شاء الله كده يبقى الطيار ماشي كده طب هو محدد السؤال للمقابل حدد اتجاه الطيار في المقاومة بصوا جماعة ها داخل المقاومة يا ترى اتحرك منين لفين ها من ايه البي ولا من بي الايه قالي لأ ما انت محدده يبقى من بي الى ايه طيب احنا استفدنا بتحديد اتجاه الطيار داخل الايه داخل المقاوم السؤال اللي ممكن يجي نظره يقول ليسكر استخداما واحدا لقاعدة لينز هقول له تحديد اتجاه الطيار المستحس في ملف في قاعدة هنا يا جماعة في الفصل التالت بيحدده اتجاه الطيار المستحس قاعدة اسمها قاعدة لينز اللي هي قدامنا وفي قاعدة اسمها قاعدة الياد اليومنا لفليمينج هو حد يتلقبط فيهم اللي اتنين زي بعض اللي اتنين بيستخداموا لتحديد اتجاه الطيار المستحس ولكن قاعدة لينز بتحدد اتجاه الطيار المستحس في ملف وقاعدة الياد اليومنا لفليمينج بتحدد اتجاه الطيار المستحس ولكن في سلك ايه مستقيم زي ما انا هاخدها بعد كده ان شاء الله طيب في خطأ هنا الطلب بتقع فيه اللي هو الطالب انا من وجهة نظري الطالب اللي مش فاهم او اللي مش عارف يطبق القاعد يكتب لي كده بيهو السؤال بيقول له يحدد اتجاه الطيار داخل المقاومة يكتب لي كده ها كده ناخد بالنا الاخطاء دي ما بتعديش على المصاحة كده لما يكتب بالمنظر ده المصاحة بيبعارف هنا في النقطة دي عارف ان انت مش عارف الاجابة بمعنى يجي ايه يعني بيتزاكى شوية على المصاحف يقول له ايه هو لو اراها من يمينها مستر رحمد من اليمين للشمال يقول له ايه من بي ما تقراها من بي الايه طب ما انا كتبها من الانجليزي اه تم في سن التعاطف كده في المتحدة تم تقراها من ال بي يعني هي لو في نموذج الاجابة من ال بي يحسبها لي طب لو من بي الايه يحسبها لي دي بتتحسب خطأ في الحالتين خلينا الصراحة مع الاجابة ايه هي الاشهرة الصحيحة اللي هي تكتب كده من الى من فلان لفلان من بي الى ايه تمام كده طيب ناخد آآ رسمة كمان سريعة كده وتبقى ديها تنختم بها حسة النهاردة ان شاء الله اللي هو تطبيق سريع كده اهو ده عندي مصباح اسمه ايه الطيار اللي ماشي في المصباح من الموجة بالسالب ماشي كده ماذا يحدث لاضاءة المصباح عند تحريك المغناطيس في الجهة الموضحة بسرعة كده لما بحرك انا لسه كاتب يا جماعة قاعدة لنز ادخال ها تنافر اخراج تجاذب طيب ده ادخال بقضب مين شمالي يبقى حيدي هنا انا لسه القضب شمالي وهنا قضب ايه جنوبي هو ده مجال مين مجال الطيار المستحس اللي هيتحرك هنا طيب هطبق قاعدة اليادي اليومنى لانبير العكسية الابام يشير الى القضب الايه الشمالي يبقى ايزا التفاف الاصابع يشير الى اتجاه الطيار فيتولى الطيار مستحس خليكم ركزين يا جماعة دي اخر جملة اللون الاسود ده الطيار الايه اللي موجود اصلا اللي هو موجود من المصدر من المجبل السالب طيب والاصفر ده الطيار المستحس اتفق اتجاه الطيار المستحس مع اتجاه الطيار الايه الاصلي ماذا يحدث لاضاءة المصباح هقول له تزداد اضاءة المصباح لحزيا حضرتك لو كتبت تزداد اضاءة المصباح بس بحسب لك غلط في الانتحان لان احنا قلنا الطيارات المستحسة هي طيارات لحزية وبكده انتهينا من جزئية النهاردة اللي هي الحس الكهرومغناطيسي ورجعنا قواعد كتير جدا ياريت نراجع تاني الحاجات اللي انا قلتها النهاردة مهمة جدا ان شاء الله بازن الله ونستكمل في المرات اللي جاية ان شاء الله بازن الله اتفاضل ما سير علي انشرفتنا مصدر علي ونتمنى ان يطلبنا كلهم يفرونوا يستفادوا بالظاهرة الحاس enquanto معظي وجبوها وااشتغلواها وان شاء الله نرى حضرك في حلقة قادمة ان شاء الله بازن الله ان شاء الله بازن الله وان شكر لحضورتك جدا تنشرفتنا شكرا شكرا للمشاهدة